السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم خصوص مدى التربية إسلامية للمسواجد مشاركة مكون تسكية البعث والحساب على بركة الله النصوص المؤطرة للدرس قال الله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سورة الحديد الآية سبعة قال الله تبارك وتعالى آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة الآية مئتاني وخمتة وتمانون وقال الله تبارك وتعالى ثم جعناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سورة الجاتية الآية تمانية عشر توتيق النصوص التعريف بسورة الحديد سورة الحديد وهي سورة مدنية عدد آياتها تسعة وعشرون آية ترتيبها سبع وخمسون في المصحف الشريف نزلت بعد سورة الزلزلة بدأت السورة بفعل ماضي سبح وقد سميت بهذا الإسم لذكر الحديد فيها وهو قوة الإنسان في السلم والحرب وعدته في البنيان والعمران هذه سورة الكريمة من الصور المدنية التي تحتني بالتشريع والتربية والتوجيه التعريف بسورة البقرة سورة البقرة وهي سورة مدنية عدد آياتها 286 آية ترتيبها الثانية في المصحف الشريف وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة سميت بهذا الإسم إحياء لذكرى معجزة موسى عليه السلام حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرف قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله إليه أن يأمرهم بدبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيى بإذن الله ويخبرهم عن القاتل لتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت وهي من الصور التي تعنى بجانب التشريع شأنها كشأن سائر صور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية التعريف بصورة الجاتية صورة الجاتية وهي صورة مكية ما عدا الآية 14 فهي مدنية عدد آياتها 37 آية ترتيبها 45 في المصحف الشريف نزلت بعد صورة الدخان والجاتية أحد أسماء يوم القيامة وقد سميت بهذا الإسم لتصوير الأهوال التي سيلقاها الناس يوم الحساب حيث تجدت الخلائق من الفزح على الركب في انتدار الحساب وقد تناولت هذه الصورة الكريمة بجانب العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع الإيمان بالله تعالى ووحدانيته والإيمان بالقرآن الكريم ونبوة محمد عليه السلاة والسلام والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله هو إقامة الأدلة والبرهين على وحدانية رب العالمين قاموس المفاهيم الأساسية مستخلفين فيه خلفاء في التصرف فيه أنزل إليه من ربه الوحي القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض غفرانك نسألك المغفرة إليك المصير إليك المنتهى على شريعة من الأمر على منهاج واضح من الدين أهواء الذين لا يعلمون ضلالات المشركين استخلاص المضامين الأساسية للنصوص المطمون الأول الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله والإنفاق من مال الله للحصول على الأجر والثواب المضمون الثاني تقرر الآية الكريمة بعض أسس العقيدة الصحيحة المضمون الثالث أمر الله تعالى نبيه باتباع الشريعة الإسلامية الصحيحة وعدم اتباع الذين لا يعلمون تحليل محاور الدرس ومناقشتها مفهوم العقيدة والشريعة ومظاهر ترابطهما نتعرف على مفهوم العقيدة والشريعة أولا ما هو مفهوم العقيدة العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط والإحكام وأيضا ما عقد عليه القلب وتدين به الإنسان وشرعا التصديق القلبي اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته المصحوبة بالعمل الصالح وترتكز عقيدة الإسلام على ستة أركان ينبغي الإيمان بها إيمانا صادقا خالصا لا شبهة فيه ولا ريب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نتعرف على مفهوم الشريعة الشريعة لغة الطريق والمنهاج وشرعا هي التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات والأخلاق والنظم الحياة لتنظيم علاقة الناس بربهم وببعضهم البعد وبمحيطهم مظاهر الترابط بين العقيدة والشريعة بين العقيدة والشريعة علاقة ترابط وتكامل يتجلى ذلك فيما يلي أولا اقتران الإيمان بالعمل صالح ثانيا زيادة الإيمان بالطاعة ونقصان بالمعسية ثالثا توافق العقيدة بالشريعة من خلال تقويم السلوك كمنع الجريمة مثلا مقاصد الترابط بين العقيدة والشريعة لا يتقم إسلام المرء إلا بالجمع بين عقيدة نقية راسخة تستقر في القلب تكون أصلا لشريعة تدهر على الجوالح فلقمة لنظام لا يستند على أساس متين فمن مقاصد ترابط العقيدة والشريعة إرشاد الناس إلى عبادة الله تعالى وفق ما شرعه وبينه كذلك تقويم سلوك الإنسان وتزكيته ليعيش متوازن شخصية بين ما يؤمن به وما يقوم به من سلوكات تكوين مجتمع مسلم صالح قوانينه من القرآن والسنة المؤسسين للمساوات والعدل والحرية والسلم والتعايش إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه